من شروط الرضاع أن يكون خمس رضاعات فأكثر فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم أي لا يوجب أن يكون الرضيع محرما للمرأة التي رضع منها ولا تكون هي محرمة عليه نعم كما أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في زمنه أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع أما إذا تجاوز ذلك الزمن بأنفط ولم يكن مرتكزا في رضاعه على اللبن فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع لا يؤثر نعم 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 وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضى عنكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأة أبي حذيفة بالنسبة لمولى أبي حذيفة السالم قال أرضعي تحرمي عليه وكان كبيرا يخدمهم نعم فاستدل بعض العلماء بهذا على أن الرضاع الكبير مؤثر ومحرم لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولا يحرم واختار الشيخ للسام من تمية رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم وإلا إذا لم يكن تم حاجة لم يثبت لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت محذرا من خلوة قريب الزوج بزوجته ولو كان الرضاع موجبا للتحليل أي للتحليل الخلوة لبين النبي صلى الله وسلم ذلك لدعاء الحاجة إلى بيانه لقال مثلا إذا كان للزوج أخ وطبعا هو معه في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته فلو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها تقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضع وينتهي تنتهي المشكلة فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أنه لا أثر لرضاع الكبير وهذا هو الراجح وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا نقع في مشاكل بالسانتو